والجدير بالذكر أن بجوار ذكورة أور في مقابر لها قصة عجيبة جدا أما دلوقتي فإحنا موجودين في المقبرة الملكية واللي فيها أبناء الملك أور لكن في المقبرة دي متقسمة لجزئين جزء ملكي وجزء تاني للخدم بس يا ترى إيه اللي جاب الخدم هنا؟ زي ما المصريين القدماء كانوا بيعتقدوا بالبعث بعد الموت هنا كمان في أور كانوا بيعتقدوا نفس الاعتقاد لكن الأمر كان بيتم بطريقة مختلفة في المنطقة دي كان بيتم الدفن الملوك لكن بعد موت الملك هل بيموت لوحده؟ ولا بياخدوا معالحة هاشية بتاعته؟ طبعا المكان هنا في المقبرة الملكية مخيف إلى حد ما لأنه ممكن ينهار في أي لحظة فربنا يحفظنا بقى ويحصلش أي حاجة لكن مع ذلك هو مخيف جدا انت شايفين الظلام الموجود في الداخل؟ لا يعني قلبي مش متواعي أن أدخل الصراح السلام عليكم أنا بس عايز كتبوا متخيلين معايا الرعب الموجود في المكان ده تقريبا اللي ظهر للتليفون هو 10% من الرعب أو من الظلام الموجود في الداخل لكن هنا كانت المقبرة الملكية وكان في أحداث خاصة بدفن الملوك هنا في أور لأن بعد ما الملك بيموت بيجيبوا الحاشية بتاعتهم وهم أحياء ويدفنوهم بجوار طبعا التجربة اللي أنا هعملها دلوقتي دي هي تقريبا أكتر حاجة مرعبها هجربها من أول ما بدأت الخميائي هنا القبور الملكية الخاصة بأبناء الملك أور لكن المخيف أنه بيقولوا يعني أن المكان هنا ممكن يبقى فيه تعابين ممكن يبقى فيه زئاب ممكن يبقى فيه خفافيش أحبنا أسترع لكن شايفين هنا على اليمين في فتحات هي دي اللي موجود فيها المقابر المدافن يمين وشمال حاجة مرعبة جدا شايفين الحمد لله ما فيش أي حاجة يا الله تقريبا دي أكتر مكان مرعب صورت فيه كانوا بيدفنوا هنا الملوك وبعد كده ياخدوا الحاشية وهم أحياء ويحطوهم داخل المقابر الحاشية بعد ما تدفن بيبقوا موجودين جوة المقابر دي وأفلين عليهم الباب فوجدوا إيه؟ إن الأجساد بتاعة الحاشية بعد ما بيموتوا بتبقى كأنها مسكة في الأبواب وبتحاول تهرب أو تخرج للخارج لكنهم بيموتوا على وضعهم كمان وجدوا في الداخل إن فيه بعض الناس ميتين داخل جرار زي الفخار في وضعية الجنين متأرفصين كده وضعيات مخيفة جدا تقريبا دي أكتر حاجة مرعبة إن الملك يموت وياخدوا الحاشية يدفنوهم معهم أحياء زي ما عيشتم معاه في الدنيا هتعيشوا معاه في العالم الآخر أصدقائي دي أول تجربة ليا بالدرون فتعالوا أوريكوا المقابر الملكية هنا في أور شايفين وراي دلوقتي المقابر الملكية زيان شايفينها دلوقتي منظر جامد جدا وهنا كانت الملوك والخدام بيبقوا موجودين والخدام بيموتوا أحياء مع الملوك شيء مرعب جدا طبعا هنا في المكان بيستخدموا لسلكي علشان ما يحصلش أي تجاوز في زقورة أور فتعالوا ننهي الحلقة ودي كانت حلقة جديدة مع الخيميائي في زقورة أور واشوفكم في حكاية جديدة سلام